سلام لبنات ان شاء الله هتكونوا كلاما بخير وتما تشوفو في فيديو اليوم اليوم اجبت لكم قطو العشر دقائق باربع مكونات فقط حضرت اكثر من خمسة وثلاثين حبة هاذ الحلوة الجفة تجي مع اسلة حتى للقلب وجيه رائعة وجيه شيشة كي ماراكم اه تلاحظوا اذا الفيديو تاع اليوم لازم تتبعوه حتى للاخير باش تديو الوصفة بكل تفاصيلها وتمجحوا فيها مئة بالمئة وتستمتعوا بالذوق الخيالي انتحا ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يعجبكم وما تنسوش تكثروا لي لجام وايضا لي كومونتاك بجناعرف انو الوصفة تاع اليوم عجبتكم اذا منضوش عليكم ونجوزو مباشرة للمقادر وطريقة التحضير الوصفة تاع اليوم ما فيهاش كامل مكونات يعني اه غالية عندي ثلاث حبات بيض تقدروا تستعملوا اثنين حبات بيض عندي كاس انتع الزيت وكاس انتع السكر اذا اول حاجة وش ندير ندير هذك الكاس توالسكر مع البيض ونقعد نخلط نخلط مليح حتى نيذوب لي السكر هذه الطريقة الاولى وإلا يعني طلعوها بالبعتوغ مليح حتى نيذوب هذك السكر وبلما تنساوا الرشة تاع الملح باش يجيكم القطوة تحكم اه بنين اذا نطلعوها مليح بالبعتوغ حتى نشوفو القوام يعني ضعف شوية اذا بعد نضعف القوام وذيب لي السكر هذك وش روح ندير نبدأ نضيف في هذك الكاس الكاس تاع الزيت عفوا بالتدريج غير بالقطرة بالقطرة حتى نكملها كباش من هبطش هذك القوام اللي طلحته بالبعتوغ اذا هاوليت بعد ما كملت كامل الكاس تاع الزيت شوفو القوام تاعي كيفاش ولا ثقيل الان وش روح نضيف نضيف كاس تاع الميزينة الميزينة هنية اساسية في الوصفة لانه هي راح تعمل على هشاشة القاطو تاعنا اذا دخل هذك الاميزينة في الخليط التاعي جيدا والاميزينة اذا لازم تكونوا غربلتوا باش تخلصوا من الحبيبات اذا هاوليك الخليط انتاعنا راهو جاهد اذا وش عندي هنا يا نضيف الكيس تاع الخميرة الكيميائية للخليط السائل يعني موالفين نديرو الخميرة الكيميائية معالفاغين لكن هنا يا حنديرو الخميرة الكيميائية في هذك الخليط السائل ونخلط مليح الان وش روح ندير الخليط التاعي نقسموه على ثنين خليط راح نديرو ثنين ملاعق كبيرة انتاع الكاكاو باش نتحصل على عاجينا سوداء اللي مش متوفر عندها الكاكاو هذا الاسود القامد وش تروحوا تديرو ديرو كاكاو بني لكن انا نفضلها تجيب الكاكاو الاسود اذا ندخل هذك الكاكاو مليح اللي كنت ديجا غربلته تحصلت على هذ القاوان من جهة الاخرى نروح لهذك العجينة البيضاء نديرها شوية من عطر جوز الهند لانه القاطو تاعي راح نزينه بجوز الهند وعنده واحدة طعم رائع واحدة رائحة ما عندي ما نقولكم يعني ديرو ملعقة صغيرة العجينة تحكم راح تجيب منكها انا دايما ما ننكهش العجين التوعي يعني اللي قاطو التوعي بالبلافاني لكن نستعمل هذو لباتاغو راح ياطوني رائحة جد مميزة اذا العجينة تحكم طموها بكاس فارينا لازم تخلوها طارية اذا انا ما قدرش نعطيكم اللافاغين يعني بالكاس لانه كل وحدة ولافاغين تحاكين لافاغين اللي تشرب كين لافاغين اللي ما تشربش اذا هايليك بعد ما طميت العجينة السوداء والعجينة البيضاء تغلفوهم في كيس بلاستيكي هكا باش ما يدخلهمش لهوات تعرفوا انه العجينة تعزيت بمجرد ما يضربها لهوة تنشي اذا وهنا وش عندي جبت هنا يعني كيس انتع للخبز ولا مش وش متوفر عندك تقدري تستعملي بابيا كويسان انا رشيتو بشوية لافاغين هكا باش ما تلسق ليش العجينة لانه العجينة تعكم لازم تخلوها طارية خصوصا العجينة تعال كاكاو انكم تعرفوا الكاكاو ينشف العجينة يعني ما يستحقش بزيف ملافاغين تروحوا معها غير بشوية ولازم تكون تلسق في اليد هكا باش تقطوا تحكم كي يتنفخ يعني يجيه شيش اذا وش روح ندير انه نحل هذيك العجينة السوداء في الكيس بلاستيكي يعني يكون الكيس بلاستيكي من تحته كيس بلاستيكي من فوق هكا بتجينا العجينة تعنا رطبة وتساعدنا يعني في هذي العملية بعد ما حليت العجينة السوداء نروح نحل العجينة البيضاء ولازم تكون بنفس الطول وبنفس العلق كيما العجينة السوداء لانه العجينتين رح نحطهم فوق بعض اذا نسوي الاطراف هكا باش نتحصل على الشكل المستطيل يعني اذا جيتكم هكا شكل فوضوي عادي جدا لانه رح ننزع هذوك الاطراف لان بعد ما حليت العجينة البيضاء وحليت العجينة السوداء لازم 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 ترقوها العجينة لانه فيها الخميرة الكيميائية ورح تتنفخ في الفور حكا باش لهذوك الدوائر يجونا رقاق اذا نجيب العجينة السوداء ونحط فوقها العجينة البيضاء هذا الكيس بلاستيكي رح يعاونها بزاف خصوصا انه العجينة التعنارها طرية جدا اذا نعاود يعني بعد ما حطيت العجينة البيضاء نعاود نحلها من ليح لازم تكون راقيقة اكدولي على هذ المرحلة اذا هنا يا وش روح ندير نروح اللوي العجينة نتاعي اللويها كامل نبدأ غير بشوية ونعاونه روحي بالكيس بلاستيكي هذك رح يعاونه بزاف اللوي بهذا الشكل حتى نوصل للطرف الاخير اذا الان تحصلنا على حربوش بزاف اخشين كما راكم تلاحظو خشين بزاف الان رح نقسم هذ الحربوش على اثنين نحاول اني نطولو شوية ونستعمل لفاغين هكا بش ما تلسقليش العجينة لانه العجينة تعيرها هي طارية نقسمو على اثنين نخلي حربوش من جيهة والحربوش الاخر يعني نحاول اني الرقو هكا بش الحربوش التعنا ميجوش خشين بزاف اذا بعد ما اطولي هذك الحربوش زد قسمتو على اثنين بش يساعدني اني نحبشو بطريقة مليحة الان هالي لكم الحربوش التعنا يكون شوية رقيق نجيب كوبات ونبدأ نقسم في الحبات انتواعي تحبوهم حبات كبار ولا صغر شوفو اذا نقطع لكم هذي كمية تقطع لكم 35 حبة ناخذ الحربوش الثاني ونزيد نحربشو بهذه الطريقة ونقسم الحبات التوعية يعني سنيوة تحكم تكونوا رشيتوها بشوية على فاغين ولا تقدروا تستعملوا ببابي كويسون ميناء المستحسن اذا نبنات حاليكم الحبات التوعية حاليكم الحبات التوعية الان نديرهم ما يطيبوا على 180 درجة من فوق ومن تحت يعني هذك التشققات عادي لانه علش هذك التشققات جوني في الحبات لانه العاجينة تاع الكاكاو يبستها شوية اذا اذا طريتوها يعني ما رحش الحبات التحكم يتشقوا الان مش روح ندير هنا يا عندي كمية من العسل روح نعسل الحبات التوعية هنا يا عندكم الاختيار هنا يا تقدروا الحبات التحكم تقلاسيوهم بالشوكولة ولا تدهنوهم من الفقه بالمعجون وترمدوهم في نواة كوكو اهلا باش جيت القاطو تاعي مع السل نحب هذك الطعم التاع العسل في الحلويات الجافة عسلته اذا هاي لك كم الحبات بعد ما عسلتهم الان روحوا للتزيين تاع الحبات يعني تقدروا تعسلوهم ومبعد تخليوهم ينشفو باش تقلاسيوهم بالشوكولة رح يجي الطعم من ارواة ما يكون ولا تقدروا اهو ماكاك جافين يعني تقلاسيوهم بالشوكولة لكن انفضل هذ الطريقة انكم تعسلوهم يعني وتزينوهم باش متوفر عندكم يعني بشوية لوز ولا بشوية نواة كوكو واش متوفر عندك في المنزل زيني به القاطون تاعك اذا هاملك كامل الحبات يعني الحبات التويهنية بعد ما زينتهم يجو رائعين جدا وهذاك العسل يدخل حتى للقلب يدخل حتى للقلب بتاع الحباب مام هذوك التشققات يعني يساعدونا ان العسل تاعنا يدخل لنا للقلب بتاع الحباب يعني عادي جدا مع التزيين مرح شيبان اذا نقسم معاكم حبو تشوفو القوام تحا كيفاش جت للداخل يعني تجيرو لي تجي من اروع ما يكون يعني هنا يا لكاميغا ما اعطتهاش لحق التحا ما يفغيمو تجي رائع جدا والحسل هذاك يدخل حتى للقلب بتاع الحباب كما راكم تلاحظوه للقلب بتاعنا يجيه شيش ويجيب بنين فيه الطعم تاع الشوكولة يعني من اروع ما يكون اذا وصلنا نهاية لا فيديو ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة بتاعنا لناهر اليوم وكثروا لي لجام لبنة ربي يحفظكم وتعليقات ايضا باش تشجعوني اني انقدمكم الاحسن واذا اعجبكم هذا النوع من الفيديوهات يعني على الحلويات الجفا معلكم غير تقولولي في التعليقات ورح يعني نشارككم بجديد الحلويات الجفا خليتكم ان شاء الله في صحة وعفية الى الملتقى ان شاء الله والسلام